حديث عن أركان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أخرجه البخاري لكل بناء أركان يقوم عليها وأركان الإسلام الخمسة هي الأسس التي يقوم عليها ديننا العظيم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادة وهما أعظم الأركان لأن به ما يكون دخول الإنسان الإسلام وبهما تفتح أبواب الجنة إقام الصلاة وإقام الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام ومواظبة على الصلاة يعد علامة من علامات الإيمان إتاء الزكاة وإتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام ويجب على من يملك مالا إخراج الزكاة للمستحقين من الفقراء والمساكين وهذا من علامات الإيمان صوم رمضان وصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم وبه تتحقق تقوى الله وهو علامة من علامات الإيمان حج بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام يكون مرة في العمر عند الاستطاعة والحج المبرور جزاؤه الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر